كيف ستربط العنوان slash home مع الصفحة الرئيسية للموقع؟ وكيف سيفهم التطبيق أن العنوان slash tech slash articles يوجه إلى قائمة المقالات؟ نظام التوجيه routing هو المسؤول عن هذه العملية التوجيه routing في لارافل هو النظام المسؤول عن توجيه طلبات HTTP القادمة إلى نقطة معينة ضمن التطبيق يتم هذا عن طريق إنشاء ما يسمى بالمسارات routes يمكن اعتبار هذه المسارات بمثابة خرائط حيث يربط كل مسار بين العنوان والهدف الذي سيتم الوصول إليه عند طلب هذا العنوان عند وصول طلب معين إلى التطبيق يتم مقارنة العنوان الوارد مع العناوين المعرفة في ملف المسارات وفي حال أول تطابق يتم التوجيه إلى النقطة الهدف ضمن هذا المسار سواء كانت عبارة عن صفحة عرض أو دالة تنفذ مهمة معينة أو غير ذلك لنرى الآن كيف نعرف هذه المسارات هناك عدة صيغة لتعريف المسارات الصيغة الأبسط هي كالتالي wrote get بين القوسين نمرر أولاً العنوان ثانياً ما نريد إرجاعه عند طلب هذا العنوان ولتكن دالة تعيد النص hello world وبهذا فإنه عند طلب العنوان index سيتم إظهار الرسالة hello world على الصفحة هناك صيغة متعددة لتعريف المسارات فمثلاً إذا أردنا التوجيه إلى الدالة في صنف معين وهي الحالة الأكثر شيوعاً سنستخدم الصيغة wrote get نمرر العنوان كوسيط أول الوسيط الثاني سيكون عبارة عن مصفوفة تتكون من شقين الأول اسم الصنف الذي يحتوي الدالة المعنية الثاني هو اسم الدالة وبهذا فإنه عند طلب هذا العنوان سيتم تنفيذ التعليمات الموجودة ضمن الدالة أما لإرجاع واجهة view فيمكن أن نستخدم التابع road view نمرر العنوان كوسيط أول واسم الواجهة كوسيط ثاني السؤال الآن أين سنعرف هذه المسارات؟ ستعرف هذه المسارات داخل الملف web.php والموجود ضمن المجلد roads اتجه معي إلى مشروع لارفل لتطبيق ما ذكرنا انتقل إلى المجلد roads ستجد أربع ملفات جميعها تستخدم لتعريف المسارات حسب نوعها وبما أن تعاملنا هو مع واجهة web فإذن سنعرف المسارات الخاصة بنا ضمن الملف web لاحظ أن هناك مسارا معرف مسبقا وهو يوجه إلى صفحة عرض بالاسم welcome وذلك عند طلب رئيسية الموقع لنعرف مسارا جديدا بالعنوان index يعيد العبارة hello world الآن احفظ التغيرات واتجه إلى المتصفح إذا كنت قد كونت مضيف افتراضي يحيل المشروع فقم بطلب عنوانه مباشرة بهذه الطريقة ما لم اتجه إلى موجه الأوامر تأكد أنك على مجلد المشروع الآن نفذ الأمر PHP artisan serve يعمل المشروع الآن على هذا العنوان انسخ العنوان وقم بلسقه على المتصفح تظهر الآن الواجهة الرئيسية للمشروع والآن نريد تجربة المسار الجديد الذي أنشأناه بالعنوان index اطلب slash index ثم enter تظهر العبارة التي حددناها لكن هل هذه هي الطريقة الوحيدة لتعريف المسارات؟ ماذا إذا احتجنا لتمرير القيم معينة ضمن العنوان؟ أو ماذا إذا أردنا التوجيه إلى دالة ضمن class معين؟ تابع معي الدروس التالية لتتعرف على الطرق الأخرى لتعريف المسارات ترجم لكم